السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات قد تكوني أو تكون جربت كل ما يمكن فعله لكنك لا تفقد أي وزن حتى الآن ربما تستيقظ ست صباحا وتمارس الرياضة أو المشي وقد تكون جربت واتبعت كل ما يمكن اتباعه من حميات غذائية أو ذهبت إلى الجيم والنواد الرياضية وعدت إلى المنزل وأيضا مارست بعض التمارين القاسية بهدف تنزيل وزنك وكنت دائما تراقب وزنك على الميزان فتجد أنه يبقى كما هو لا يتغير ولا ينزل طيب هل تعلم أن هناك في حياتك من يمنعك من نزول وزنك نعم هو عدو لك ولن يسمح لك بتنزيل وزنك الزائد قد تظن أنه السكر أو المياه الغازية زيت القلي المكرر والمهدرج الخبز والدقيق المكرر لكن عدوك الأكبر ليسوهم إنه الكرسي أو الكنبة نعم الكرسي هو أهم سبب لعدم فقدانك أي وزن سأعلمك كيف تبدأ منذ اليوم بالتغيير وتعلم بعض الأفكار وممارستها لتصبح عادات هي ستساعدك بشكل حقيقي في خسارة وزنك الزائد عندما تقضي معظم وقتك ويومك وأنت جالس لا تتحرك فإن نار جهازك الهضمي تبدأ بالضعف ومعدل الحرق عندك ينخفض لذلك فإن الطعام الذي تتناوله يتباطأ هضمه ويتراكم في جسمك على شكل سموم نعم هذا ما يحدث تماما نتيجة جلوسك الدائم على الكرسي وعدم حركتك طيب ما هي العادات التي تساعدك في تنزيل وزنك والوصول إلى الوزن المثالي الكرسي حولته أنت من صديق إلى عدو بإمكانك اليوم أن تعيد هذا العدو إلى صديق وأول خطواتك إلى ذلك بأن تستخدمه لإجراء تمارين رياضية بإمكانك ممارسة تمرين الوقوف والجلوس على الكرسي يمكنك إجراء هذا التمرين عشر مرات في البداية الذراعين ممتدين للأمام وأنت جالس على الكرسي تنهض وتجلس عشر مرات عند إجراء هذا التمرين فإن التروية الدموية ستزداد في منطقة البطن والزراعين والفخذين التمرين الثاني مفيد جداً وهام للجميع مع عدل أشخاص الذين لديهم آلام ظهرية مزمنة وأنت جالس على الكرسي ارفع الطرفين السفليين عن الأرض وقم بطوي الفخذين نحو البطن والصدر بدون أن تمسك الطرفين السفليين بيديك امسك بيديك طرفي الكرسي على جانبي الفخذين هذا التمرين مفيد جداً ويساعدك في تقليل الدهوم في منطقة المعيدة والأطراف السفلية ويمكن إجراؤه عشر مرات التمرين الثالث هو تمرين القفز الخفيف في المكان مع فتح الساقين وضمهما وفتح الذراعين جانب الجسم في نفس التوقيت هذا التمرين ابدأ بتنفيذه يومياً عشر مرات وبإمكانك زيادة عدد المرات يوم بعد يوم للوصول إلى أربعين مرة هذا يتعلق بعمرك ووزنك وحالتك الصحية وقدرتك على تنفيذ التمرين إنه تمرين هام لتحسين التروية التموية في الجسم وتنظيف الشراعين طبعاً عندما تشعر بالتعب بإمكانك التوقف عدد ثواني وبعدها متابعة التمرين هذه التمرين ستستغلق حوالي أربع دقائق أنصحك بممارسة هذه التمرين مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً هي ستكون مفيدة في تنزيل وزنك الزائد وستساعدك على زيادة معدل الحرق عندك وسيبدأ وزنك بالتناقص تدريجياً طيب ما هي العادة الثانية؟ اصعد الدرج أو السلم دائماً بدل المصعد في البناء الذي تسكنه وفي المول وفي المترو وفي العمل دائماً استخدم الدرج بدل المصعد الكهربائي أنصحك بذلك دائماً وفي كل فرصة اسأل نفسك أين الدرج واستخدمه عندما يكون الطابق الذي تريد الصعود إليه مرتفعاً طابق سادس أو سابع مثلاً بإمكانك صعود الدرج للطوابق وبعدها استخدام المصعد الكهربائي لبقية الطوابق وبإمكانك ضمن إمكانيتك زيادة عدد الطوابق تدريجياً في المرات التالية دائماً ابحث عن راحتك وما يناسب حالتك ووضعك الصحي وعمرك عند تطبيقك لما سبق صعودك للدرج بالطريقة التي ذكرتها سيكون مفيداً لك بشكل كبير لتنزيل الوزن وفي عمر تحت 35 سنة قد يكون أفضل من المشي والركض أنت عندما تصعد الدرج فإن معدتك تتنشط وكل أجهزة جسمك ويتحسن معدل الحرق عندك وبالتالي ينزل وزنك الزائد لكن بعد هذا السن تظهر عند العديد من الناس مشاكل مفصلية وتنكس وخشونة مفاصل ويكون صعود الدرج صعب وأحياناً مؤذي طبعاً يختلف ذلك من شخص لآخر هناك أشخاص بعمر 70 عاماً وهم قادرون على تطبيق ما أقول وهناك أشخاص بعمر 30 عاماً غير قادرين على ذلك بسبب التهاب المفاصل أو التنكس والخشون الناتجة عن اتباعهم لنظام حياة خاطئ ونظام تغذية غير صحي طيب ما هي العادة الثالثة؟ أنت يومياً تقوم بإجراء عدد من المكالمات مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل ومكالماتك أحياناً تستمر 10 دقائق وأحياناً 20 دقيقة وربما أكثر أنصحك بإجراء وتلقي مكالماتك وأنت واقف وتتحرك ضمن الغرفة تعود على الوقوف والمشي بمجرد التحدث على موبايلك واجعل ذلك عادي بالنسبة لك وأنصحك أيضاً بعدم إبقاء الموبايل مضغوطاً على أذنك فالموبايل يصدر موجات خطيرة تصل إلى دماغك مباشرة وهي موجات EMF لذلك أنصحك باستخدام سماعة الأذن للحفاظ على صحتك وصحة دماغك وسمعك طيب ما هي العادي الرابعة؟ عندما تخرج من المنزل وتستخدم وسيلة مواصلات سواء سيارتك أو تاكسي أو حافلة نقل أنصحك بالنزول قبل المكان الذي أنت متجه إليه بحوالي 10 دقائق دع هناك فرصة للمشي امشي 10 دقائق حتى تصل إلى المكان الذي تقصده قد تظن أنها غير مجدية كثيراً لكنها فعلاً ستكون مفيدة لك فهي ستحسن التروية الدموية لديك وسيكون ذلك مفيداً في تحسين معدل الحرق وتنزيل الوزن لا تظن أن ما ذكرته يغنيك عن ممارسة الرياضة أو المشي حوالي نصف ساعة يومياً هذا أمر في غاية الأهمية استمتع برياضتك الصباحية أو مشيك الصباحي مارس الرياضة التي تحبها ورياضتك يجب أن تكون قبل الطعام أو بعد الطعام بنحو ساعة ونصف أنت بذلك تكرم جسمك وتتوجه فهو يستطيع القيام بذلك أنت تمشي وتقفز وتمارس تمارين وربما تجري وتستطيع أن تذهب إلى أي مكان أنت تريده هي نعمة كبيرة من الله ابتسم وفرح وتحرك وحمد الله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى طيب ما هي العادة الخامسة؟ تناول وجبة طعامك الأولى والثانية يومياً بفاصل ستة إلى ثمين ساعات ونظف أسنانك بعد الوجبة وتعود على عدم تناول وجبات صغيرة بين الوجبتين أو نقرشات مثل الفشار أو البشار والبسكويت والشيبس والفاكهة فهناك من يتناول الفاكهة بكميات كبيرة وعدة مرات في اليوم قد تظن أن هذه الوجبات الصغيرة لن يكون لها تأثير سلبي لكنها ستمنع نزول وزنك حتماً فهي سترفع الإنسولين عندك وبالتالي سينخفض معدل الحرق أنت تستطيع بين الوجبتين وعلى مدار اليوم تناول الماء والمشروبات الدافئة شاي، بابونج، نعناع، مريمية وغيرها طبعاً بدون سكر أنصحك بالابتعاد قدر الإمكان عن التوتر والضغط النفسي لأنه يؤدي لارتفاع الكورتيزول وانخفاض معدل الحرق عندك وأنصحك بعدم السهر بعد 11.30 ليلة لأنه يؤدي إلى ارتفاع هروموني الكورتيزول والإنسولين وانخفاض معدل الحرق عندك وأنصحك أيضاً بعدم تناول أكثر من وجبتين باليوم لأن الوجبات المتعددة ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنسولين وانخفاض معدل الحرق عندك أيضاً أنصحك بتناول البروتين الحيواني لحم دجاج، سمك، بيض وأيضاً بتناول الدهون الصحية زبدي حيوانية واسم بلدي حيواني وزيت الزيتون ومكسرات جوز أو لوز وأيضاً أنصحك بتناول أوراق الخضراء والخضروات وبتناول الماء بشكل جيد والابتعاد عن السكر الأبيض والحلويات والمعلبات والزيوت النباتي المكررة السائلة والمهدرجة وتقليل تناول النشويات والخبز والفواكه والامتناع عن الكحول والتدخين أحبائي شكر كبير لكل متابعة غالي دعم قناتي بميزة شكراً وشكر كبير للأحبة الذين انضموا للقناة وأصبحوا شركاء داعمين لقناتي والأحبة الذين يسألون عن كيفية التواصل معي عبر واتس أب التواصل يكون بالضغط على زر الانضمام واختيار مستوى فيه واتس أب تابعوني دائماً كونوا بخير بإذن الله أشكركم وأحبكم جميعاً وأتشرف بكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم لي محبتي الكبيرة وتمنياتي القلبية بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم للعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته